استقبل المعهد الملكي للدراسات الدينية وفداً من قسم حوار الأديان في أبرشية ميونخ والأكاديمية البروتستانتية التابعة للكنيسة اللوثارية في ألمانيا تضمن اللقاء شرحاً عن تاريخ المعهد ورسالته والبرامج التي ينفذها تلاه جلستين الأولى حول المسيحية المشرقية في الأردن والمنطقة قدمتها الدكتورة ريني حتر مديرة المعهد والثانية حول الحوار الديني والعلاقات الإسلامية المسيحية في الأردن قدمها كل من سيادة المطران المعين جمال خضر النائب البطريار كليلاتين في الأردن والدكتور عامر الحافي المستشار الأكاديمي للمعهد وأستاذه علم الأديان المقارنة في جامعة آل البيت وتفاعل الضيوف مع المتحدثين في حوار عميق وأسئلة متنوعة حول موضوع اللقاء